عاد الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية لفرنسا والتي استغرقت عدة أيام وقلد وزير الجيوش الفرنسية الفريق أول محمد زكي وسامة جوقة الشرف الفرنسي من طبقة قائد والذي صدق على منحه رئيس جمهورية الفرنسي عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عقب انتهاء زيارته الرسمية بدولة فرنسا والتي استغرقت عدة أيام وكان في استقبال السيد القائد العام للقوات المسلحة لدى وصوله إلى مقر وزارة الدفاع الفرنسية السيد سباستيان لوكورنو وزير الجيوش الفرنسية حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية واستراد حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكل البلدين وقلد وزير الجيوش الفرنسية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وسامة جوقة الشرف الفرنسي من طبقة قائد والذي صدق على منحه رئيس الجمهورية الفرنسية وعقب المراسم عقد الوزيران جلسة مباحثات تناولت مجالات التعاون العسكري الثنائية لتعزيز العلاقات القوية بين القوات المسلحة لكل البلدين وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين من جانبه أشاد وزير الجيوش الفرنسية بعمق الروابط التي تجمع البلدين الصديقين على كفة الأصعدة وقام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة لمقر رئاسة الأركان الفرنسية بيلارد حيث التقى خلالها الفريق أول تيري بوكارد رئيس أركان الجيوش الفرنسية تناول لقاء عددا من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة التعاون في المجالات العسكرية المختلفة وتبادل الخبرات بما يعظم القدرات القتالية لكل الجانبين كما التقى القائد العام بالفريق أول فابيان مندون المستشار العسكري الأول برئاسة الجمهورية الفرنسية وتناول لقاء عددا من مجالات التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية